موسيقى اهلا بكم ملا موجز اخبار الان اعلنت قوات سوريا الديمقراطية اليوم ان 3000 مدني خرجوا حتى مساء السبت من الرق شمال شرقي سوريا مشيرة في الوقت ذاته لان 300 مسلح من تنظيم داعش لازالوا في المدينة وغادر المدنيون الرقة التي تعد معقل التنظيم المتشدد في سوريا بموجب اتفاق بين مسؤولين محليين ومسلحين من التنظيم قال وزير الخارجية الالماني انه اذا الغت واشنطن الاتفاق النووي الايراني او فرضت عقوبات جديدة غلى طهران فان ذلك قد يزيد من خطر الحرب قرب اوروبا واضف اوزير الخارجية الالماني ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب بعث اشارة صعبة وخطيرة عندما كانت الولايات المتحدة تتعامل ايضا مع ازمة كوريا الشمالية النووية قالت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة ان واشنطن تتوقع الابقاء على الاتفاق النووي مع ايران مضيفة ان ادارة ترامب تريد توصل لرد مناسب لتصرفات طهران على المسرح العالمي واشارت هيلي الى ان القلق ازاء الاختبارات ايران لصواريخ بلستية ومبيعاتها للاسلحة ودعمها لارهاب طلبت مجموعة من منظمات المجتمع المدني شركة ابل ان تحذف العابا من مختبر تطبيقاتها تقول انها تنتهك مبادئ الشركة وتروج لاعمال عنف وقتل على غرار ما يحدث في الحرب التي تشنها الفلبين على تجارة المخدرات تحقق الشرطة البريطانية في ثلاثة ادعاءات تتعلق باعتداءات جنسية متورط بها المنتج السينمائي هارفي واينستن في لندن في فضيحة كانت قد هزت عالم صناعة السينما في الولايات المتحدة وتتعلق هذه الادعاءات باعتداءات جنسية بطلها المنتج الامريكي الشهير وقعت في العاصمة البريطانية لندن في الاعوام 2010 و2011 و2015 نجحت الشابة الاردنية شاديا بسيسو في ان تصبح اول امرأة عربية من الشرق الاوسط تحظى بفرصة التدرب لتصبح نجمة من نجوم مؤسسة المصارع الحرة العالمية الترفيهية WWE وذلك بعد ان وقعت عقدا لتطوير المواهب مع الشركة هيمن فنانو البوب والهيب هوب الرجال على ترشيحات جوائز الموسيقى الامريكية لعام 2017 بينما خلت معظم الفئات من اي ترشيحات نسائية وجاء برونو مارس على رأسي القائمة بثمانية ترشيحات من بينها فنانو العام وسيفانس على نفس الجائزة نجمة الهيب هوب دريك وكاندريك لامار والمغني وكاتب الاغني البريطاني ايد شيران الى اللقاء نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الان على اليوتيوب ليصلكم كل جديد قموا بالضغط على زر الاشتراك او سبسكرايب ان اعجبكم ذلك شاركونا بتعليقاتكم ولا تترددوا ايضا بالضغط على مشاركة او لايك اشتركوا في القناة